اشتركوا في القناة وعليه وانتهى المجلس الثاني عند حديث قال وعنه أي عن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلو الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه هذا الحديث في نوع من المعاملة التي فيها تيسير على أهل الإسلام وفيها إعانة على تقوية الروابط بين أهل الإسلام ودفع الشحناء والبغضاء في تيسير أمر المعاملات إذ المقصود من المعاملات ما هو أعظم من مجرد الربح والبيع والشراء وهو حصول الألفة والتعارف حتى يتحقق بالبيع والشراء والتعامل المقصود الأعظم من خلق العباد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الناس حين يتعاملون ويتعاونون في هذه المعاملات على البر والتقوى ويعملون بشرع الله سبحانه وتعالى أولا تكون معاملاتهم سالمة من المحاذير الشرعية من الغش والقمار والربا والغرر والجهالة ونحو ذلك من الأمور المحرمة الشرعا التي يكون ضررها على البدن والمجتمع فلا يحصل المقصود التام من خلق العباد فلا يحصل مقصود العبد من أداء العبادة على الوجه المطلوب إذا لم يمتثل ما أمر الله به سبحانه وتعالى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فهذا أول مقصود من الأمور التي تحصل بأداء هذه المعاملة وهو التيسير في باب الإحالة في قضاء الدين مطل الغني ظلم إذا كان لإنسان على إنسان دين وحق من الحقوق فإنه يجب أداؤه إذا كان موقعا بوقت فالصحيح أنه يجب أداؤه ولو لم يطالب به إلا إذا علم أن صاحب الدين الدائن علم أنه لا يطالب به أو أنه يرضى تأخير ذلك يعرف ذلك إما بالقراء أو الدلائل نحو ذلك أو بأن يصرح له بذلك وكذلك من باب أولى بهجوب سداد الدين إذا طالب به بعد حلول أجله إذا كان مؤجلا فلهذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني المطل هو المد والتأخير من مطلة الحديدة إذا مدتها فالمعنى أن هذا مطل هو أيضا تأخير لأداء الحق عن الوقت المحدد وقوله مطل الغني ظلم يدل على أن صاحب الدين يطالب بدينه وأن هذا مطله مرة ثم مرة فقوله مطل الغني المراد بالغني هو من عليه الدين وهو قادر على الوفاء وهذا الغنى لا يستلزم منه رفع الحاجة وأن لا يكون فقيرا فالغنى في كل باب بحسبه هناك غنى في باب الزكاة في باب أخذ الزكاة فلا يجوز له أن يأخذها إذا كان غنيا ويجب عليه أداؤها إذا كان حين يملك نصابا حين يملك نصابا وهناك غنى وهناك غنى تجب به الزكاة ويستحق الزكاة ويكون فقيرا ويكون فقيرا لكنه غني في باب أدائها إذا ملك النصاب وحال الحول وقد يكون فقيرا حيث أن هذا المال الذي يملكه ووجبت في الزكاة لا يكفي لحاجاته لا يكفي لحاجاته وهناك غنى أيضا في باب زكاة الفطر وكذلك أيضا هناك غنى في هذا الباب في باب سداد الدين إذا كان الإنسان عنده مال يسدد به الدين الذي عليه فإنه يكون غنيا فيجب عليه سداد الدين يجب عليه سداد الدين ولا ينظر إلى حاله ما دام أنه واجد لهذا المال مطل الغني وقوله مطل الغني المراد بالغني هو الدائن هو مطل الغني هو الدائن يعني صاحب الدين صاحب الدين فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أي مطل المدين الدائن دينه دينه ظلم فمطل مبتدى مضاف إلى الغني وبهذا جاز الابتداء به لأنه حصل تعريفه بالإضافة والغني مضاف عليه مجرور وهو في محل رفع لأنه من باب إضافة المصدر من باب إضافة المصدر إلى فاعله والمصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله كقوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لا فسادة الأرض ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع وبيع فهذا دفع الله يدفع الله الناس ومن باب إضافة المصدر إلى فاعله كما قال الموالك رحمه الله وبعد جره الذي أضيف له يعني جر المصدر الذي أضيف له مثل هذه الحالة فيكون حاله إما النصب أو الرفع أو النصب أو الرفع الذي بعده فإذا أضفته مثلا إلى الفاعل فإنه يكون الذي بعده يكون الذي بعده منصوبا مثلا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفع الله دفع الله أن يدفع الله الناس يدفع الله الناس وقد يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ويكون الذي بعده المرفوع ولهذا قال كمّل بنصب أو برفع عمله وبعد جره الذي أضيف له كمّل بنصب أو رفع أو برفع عمله فهنا من باب إضافة المصدر إلى فاعله مطل الغني ظلم وظلم خبر والمعنى أنه لا يجوز للقادر على السداد أن يماطل في سد الدين أن يماطل في سد الدين لأن هذا الحق وجب عليه فيجب عليه أن يقضي حقوق العباد فالناس لهم حقوق وكما أنك أنت تتمتع بهذا المال وهو مال لغيرك وترى أنك محتاج لفصاحب المال حاجته أو لا وأنت غني عنه فإذا كنت غنيا عنه فإن صاحبه قد يكون فقيرا فهو مال كل هذا المال وهو محتاج إليه فهو لا شك حاجته أشد وأنت تظلمه وتمنعه المال فلهذا سمه النبي ظلما حتى قال بعضها العلم إنه إذا مطل مرة واحدة فشق بذلك وبعضهم قال حتى يتكرر وبعضها العلم يقول لا يشترط فيه التكرار لأنه سمه ظلما والظلم كبير والكبير يكفي في فعلها مرة واحدة وليقى المطل الغني ظلم ويأخذ من مفهوم الصفة في قوله مطل الغني أن الفقير أن الفقير لا يعتبر مطله ظلم بل لا يعتبر تأخيره مطل فلو كان من عليه الدين فقير فلم يستطع السداد فمفهوم الحديث أنه لا شيء عليه وهذا دل عليه الكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تقدم في الأحاديث التي تقدم في الدرس الذي قبل هذا حديث بهريرة رضي الله عنه في الذي كان أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا كان يدائن الناس وكان يقول لفتيانه كان يقول لفتيانه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه وجاءت إلى حديث من حديث أبي قتاد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي اليسر كعب بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينجيه الله من كرة بيوم القيامة فليضع عن معسر أو لينفس عنه وقال عليه الصلاة والسلام من وضع عن معسر أو خفع يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جاء في اللفظ الآخر أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وتقدم الإشارة إلى هذا الخبر كما عند أحمد والتربري ففيه أن هو إذا كان فقيرا فالصحي أنه يجب إنظاره يجب إنظاره ولا يجوز الإضرار به لأنه لم يكن مفرطا ولا مضيعا ويرجى له الوفاء وخاصة إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده وذكر المصنف له مناسب من جهة أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه فعلى من عليه الدين أن يبادر إلى قضائه حتى لا يقع في الظلم مطل الغني ظلم ثم قال فإذا هذه الرواية فإذا هذه رواية في صحيح البخاري وفي الصحيحين وإذا بالو ف وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أختلي فهل الجملتان مرتبطتان إحداهما بالأخرى أم كل جملة مستقلة على رواية فهي تشبه العطف عليها وتشبه التعليل لها فإذا فتشبه التعليل عليها مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والرواية الأخرى عند المخاري وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والأشهر رواية فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع جاء عند أحمد بإسناد على رسم الشيخين عن أبي هريه رضي الله عنه فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل هذا معنى فإذا أتبع أحدكم على مليء يعني إذا أحيل على مليء فليتبع ووجه تعليل قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فهو من باب تحذير من الظلم تحذير من المطل الذي يفضي إلى الظلم وأن المسلم وأن المسلم عليه أن يحذر من الظلم يحذر من جحد أموال الناس أو تأخيرها والمطل بها فيسر عليه الصلاة والسلام هذا الباب فقد يكون الذي عليه الحق فيه شدة مثلا وقد يتأخر في أداء الحق ثم لا يريد السلاد لكنه قد يحيله على غيره ممن عليه له حق ممن عليه عليه له حق فلا تقول أنا لا أأخذ حقي إلا منك أنت أنت الذي أخذت مني فلا تحلني على غيره الشرع يسر الأمر فيقول إذا أحالك أخوك على شخص آخر فاحتل إذا كان الذي أحيل عليه حالك إليه مليء ويقال فإذا أتبع أتبع أحدكم يعني يذهب إليه ويحتل على إلى على هذا المال الذي للمدين على الدائن فالمدين في صورة هو دائن وفي صورة هو مدين هو مدين لك وهو دائن لغيرك فتيسيرا للأمر تجعل المعاملة التي لهؤلاء الثلاثة تجعل بين اثنين تجعل بين اثنين وفيه درء للمخاصمة والمنازعة والمحاكمة فقد يكون الذي عليه المال فيه شدة مثلا فيحيله إلى شخص آخر فيكون أسر بل ربما الدائن يريد أخذ المال من غيره فيحب ذلك ويرغب فيه أن يأخذه من شخص آخر لأنه أيسر ولأنه ليس فيه شدة في قضاء الدين فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتو دفعا للنجاع فهذا تعليل قوله فإذا أتبع لأنك لو غللت تطالبه قد لا يتيسر وقد يماطلك فإذا حانك جالت المماطلة فدفعا للمماطلة ودفعا للنجاع إما أن يحيلك وإما أن تطلبه أن يحيلك على من عليه دين له إذا كان له دين على غيره وهو مليء فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع قوله فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ظاهر الأمر الوجوب ظاهر الأمر الوجوب وهذا هو المشهور من يذهب الحناب رحمة الله عليه وهو قول ابن حجم وابن جريل وقبلهما البخاري في الصحيح بوّب على هذا وأنه إذا أوحيل على غيره فليحتل فليحتل لظاهر لام الأمر فليتبع والجمهور قالوا لا يجب والظاهر الوجوب من جهة الأمر ومن جهة التعليل فإن التعليل بقوله فإذا أتبع تعليل لدفع المطل والظلم ودفع المطل والظلم واجب على هذه الرواية فإذا أتبع فجاء بالأمر تعليلا له بعده دل على دل على وجوب الاحتيال أن يحتال ولا يقول أنا لا أريد القضاء إلا منك لما تقدم هذا هو الظاهر وإن كان خلاف قول الجمهور أما النفس المحيل فلا يجب عليه المحيل يعني عندنا المحيل عندنا المحتال والمحتال والمحتال عليه المحتال عليه لا لا يشتر رضاه هذا ذكره بلا خلاف فلو أنه فلو أن المدين دائن للغير له دين على الغير فله أن يحيل دائنه على مدينه له أن يحيل دائنه على مدينه ولا يشترط رضا المحتال عليه والصحيح أنه لا يشترط رضا المحتال أما المحيل فلابد من رضاه لأنه صاحب المال فإن شاء أن يقضيه من عنده وإن شاء أن يقضيه من جهات أخرى لكن بشرط أن يكون مليئا ولهذا الشار احترز في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع فليتبع هذا هو شرطه أن يكون مليئا والمليئ من ملؤ وهو أن يكون مليئا بماله أن يكون عنده المال الذي يقضي به الدين أن يكون مليئا بقوله يصدق إذا وعد أن يكون مليئا بفعله يحضر إذا طلب العلماء ذكروا هذه الشروط الثلاثة للمليئ قد يكون مليئا بماله لكنه لا يفعل فما فما ينفع ملاءته بماله بل قد تكون نوع نكد المال موجود لكنه لا يفي بقوله ولو طلب مثلا إلى مجلس الحكم أو طلب للحضور مثلا قد يكون مليئ ماله وأيضا بقوله لكن لو احتيج إلى حضوره أبى فإنه لا يكون مليئا بقول بفعله ولهذا الشار احترج في هذا فقال على مليء وذلك أن المحتال صاحب حق ولا يجوز الإضرار به ولا يجوز للمليء لمن عليه الدين أن يحيل على غير مليء سواء بماله أو مقاله أو فعله فإذا احتال على هذا الشيء في هذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه انتقل ما دام أنه على هذا الشيء ولو بعد ذلك حصل ما حصل وتوي المهر كالمال فإنه قد انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال المحال عليه لكن لو أنه أحاله بناء على أن المحتال عليه مليء ظن ذلك وأحاله على هذا الوجه فتبين أنه مفلس أو تبين أنه مماطن هل يرجع الصحيح أنه يرجع لأنه لم تقصد لم يحصل مقصود الحوالة وهو ملاءة المحال عليه ولا يجوز أن تذهب الحقوق وأموال الناس هدر وذلك أن الحديث علل بأمر يتعلق بالملاءة فإذا فاتت الملاءة رجع إلى الأصل وهو من عليه الدين فهو تحول بناء على هذا وهذه الحوالة إرفاق على الصحيح وهي استيفاء لأن العلماء اختلفوا هل هي قضاء دين بدين أو استيفاء ذهب بعضها العلم كثير منها العلم إلى أنها من باب بيع الدين بالدين لأنه إذا كان مثلا له عليه دين واقتضاه حاله على غيره لا شك أنه لم تحصل المقابضة في الحال فتأخر في تحول في تحول المال من ذمه إلى ذمه لم يحصل القبض في الحال لأن المحيل أحاله مثلا أحاله فإذا أحاله مثلا له مثلا ألف ريال على إنسان فأحاله على من يطلبه أحاله على من يطلبه في هذه الحال لم تحصل من شرطه أن يكون من شرط قضاء هذا المال هو القبض في الحال القبض فلم يحصل فإذا قيل إنه بيع كان بيع دين بدين يكون على هذا مستثنى لكن الصحيح أنه ليس بيع دين بدين بل هو من باب الاستيفاء وهي من عقود الارفاق من عقود الارفاق مثل القرض القرض حينما يقرض غيره مالا هذا عقد الارفاق بلا خلاف ويقرض غيره مالا ثم يقضيه بعد ذلك ومعلوم أن الأموال الرب يجي فيها القبض لكن الشارع جاء بهذه العقود التي هي إرفاق وتوسعه فوسع فيها فلهذا يعني اختلف فيها هل يثبت فيها الأجل أو لا يثبت فيها الأجل وإن كان الجمهور يقولون لا تثبت مؤجلة والصحيحة تثبت مؤجلة مع أنها عقد إرفاق عقد إرفاق على الصحيح كذلك كذلك أيضا الحوالة هي من هذا الباب وهذه الحوالة غير الحوالات التي يعني تكون على وجه المصارفة ما يسمى بالحوالات البنكية هذه مسائل أخرى تتعلق بالمصارفة هذه من باب المصارفة ولا أحكام أخرى في مصارفة مال مال وتحويل مال من بلد إلى بلد وعملة إلى عملة هذه أمور هي تجمع بين الحوالة والمصارفة ولها أحكام كثيرة قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وهذا الحديث أيضا ورد بطريق آخر أو حديث آخر من حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه بالرواية هشيم بشير الواسط عن يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه ظنزلق المطر وغني ضمن وإذا أحي لحدهم على مليء فليتبع من حديث ابن عمر فهذا الحديث أيضا شاهدهم في الباب وهشيم مدلس لكن صرح عند أحمد ويونس ابن عبيد هذا إمام كبير رحمه الله لكنه لم يسمع من نافع إنما سمع من ابنه كما قال محمد ويحيي ابن معين فهو شاهد في الباب قال رحمه الله وعنه أي عن أبي هرين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري وهذا الحديث يمكن أن المصنف رحمه الله أيضا ذكره بعد حديث مطل الغني ظلم لمناسبته فالحديث عند النظر يظهر مناسبة هذا الحديث الذي قبله من جهة المعنى من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وقال عليه الصلاة في الحديث قبله مطل الغني ظلم وكأنه حث لمن ثبت عليه مال أو دين أن يأخذ بحسن نية وأن يؤدي بحسن نية أن يأخذ في عفاف كاف واف أو غير عفاف واف أو غير واف يأخذ في عفاف وكذلك يعطي قال عليه الصلاة رحم الله سمحا إذا باء سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا في البيع والشرى السماحة في البيع والشرى وفي القضى والاقتضى تورث البركات والخيرات وتحصل مقصود العبد مع حصول البركة في هذا المال مطل الغني ظلم فمن أخذ مالا وكان من نيته أن يؤديه لأنه يعلم أنه حق واجب عليه لأخيه أمر الله سبحانه وتعالى لأداء الحقوق إلى أهلها ثم هو أخذه لحاجته لم يأخذه لأجل عبذ أو إسراف أو ادعاء أنه محتاج وليس محتاج إنما أخذه لحاجة أو كما في حديث روى الإمام أحمد رحمه الله في ضمن حديث جاء فيه أنه عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى حين يقبل يدي الله سبحانه وتعالى فيسأله العباد حقوقا فيقول يا ربي إني خذت مالا فإما أتي عليه حرق أو شرق فإني لم أضيع ولم أتلف قال فقضى الله عنها أو عفى الله عنها أو كما جاء في الحديث فمن أخذه على هذا الوجه الحسن الطيب فيرجى أن يبارك الله في المال الذي أخذ وأن يعينه الله على أداء هذا المال لقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وقد ورد في حديث جاء من طرق من حديث عبد الله بن جعفر ومن حديث ميمونة رضي الله عنها تلحارث زوج النبي عليه الصلاة ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال من إدان فهو في عون فهو يعني من إدان دينا فالله فإن الله معه أو فهو في عون الله سبحانه وتعالى في حديث رواه بن ماجة شنده مقارب وشاهد حديث ميمونة أن من أخذ مالا يريد أداءه أدى الله عنه من أخذ مالا يريد أداءه أدى الله عنه وروه بن ماجة من حديث وروه بن محمد من حديث عائشة أيضا وفيه انقطاع الحديث جاءت عدة أشانيدها مقاربة وبعضها محتمل وفيها أن الله معه أو أن الله سبحانه وتعالى يعينه حتى كان عبد الله بن جعفر لا يبيت إلا وقل الدان ويقول أريد معية الله أريد معية الله سبحانه وتعالى وجاء في حديث عبد الله جعفر إن الله مع الداء حتى يقضي يدينا إن الله مع الداء حتى يقضي يدينا فيقول أريد معية الله سبحانه وتعالى فمن أخذ أموال الناس على هذا الوجه أدى الله عنه سبحانه وتعالى وفي هذا دلالة على أن من مات وعليه دين وهو يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه وفيه دلالة وفيه دلالة على أن المرأة أدى الله عنه عموما ليس المعنى أنه يعني يؤديه في الدنيا أدى الله عنه إما أن يؤدي الله إما أن يؤدي عنه في الدنيا وإما أن يؤدى عنه في الآخرة والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد خلق عليه الصلاة والسيد ولد آدم مات هو درعه مرهون عليه الصلاة والسلام أما عندما أجه زيادة أدى الله عنه في الدنيا أدى الله عنه في الدنيا من أخذ أموال الناس يريدوا أدى الله عنه في الدنيا هذه الزيادة لا تصح هذه الزيادة لا تصح إنما المريد المراد أنه يؤدى عنه وأنه لا حرج على الإنسان إذا ادان دينا أو مات وعليه دين وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها من نيته الأداء أخذ أموال الناس لأجل نفقه يريد أن ينفقها على نفسه ليس عنده ما ينفق عن نفسه أخذ مال يريد أن ينفق على أهله وأولاده لكن يأخذ باعتدال لا بإسراف يجتهد في عفاف ويكون نفقته على الوجه الذي لا يوقع في محرم فإنه تحصن البركة والخير في ماله وفي أهله وفي ولده ولهذا قال البخاري في صحيحه رحمه الله لما ذكر حديث ومن أخذ إتلافها ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله أتلفه الله الجزاء من جنس العبل البخاري من عظيم فقه رحمه الله استدل من هذا الحديث استدل من هذا الحديث أن من إتلاف أموال الناس أن ينفق من ماله وعليه دين أن يتصدق من ماله وعليه دين أن يوقف أوقاف وعليه دين أدي حقوق العباد حقوق العباد وأجب عليك أما كونه يتصدق كونه يوقف الأوقاف ينفق النفقات وعليه حقوق العباد هذا لا يجوز لا يجوز العباد يطالبون بحقوقهم فيجب عليه وأدي حقوق الله ولهذا قال البخاري صحيحه رحمه الله كلام معناه أنه إذا تصدق أو وقف أو وهب وعليه حقوق فهو رد فهو رد استدل بقوله عليه الصلاة والسلام ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله من أخذها أن يكون عليه دين ثم من إتلافها أن ينفق ماله في وجوه من الوجوه مما هو ليس واجب عليه وليس مستحب في هذه الحال في هذه الحال ليس مستحب ويترك سداد الدين عليه دين ويطالب به ومع ذلك تصدق لا تصدق عن نفسك بأداء الدين ولا تعرض نفسك لمثل هذه الأمور التي توقعك في الحرج والشدة واتهام بالمطل والظلم مطل الغني ظلم وأنت في هذه الحالة غني هو غني بالمال فهو ظالم وهذا أيضا مما يدخل في معنى الحديث مما يدخل في معنى الحديث أيضا وهو مطل الغني ظلم أن ينفق المال الذي عنده حتى ولو كان في باب الصدقة أو الأوقاف أو غيرها من أبواب البر وعليه دين ولا يقضيه اقضي هذه الديون ثم بعد ذلك تصدق صدق في هذه الأوجه وذكر أيضا في حديث جابر أيضا في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحديث رواه بودا وحديث صحيح وفجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمخاري ذكره معلقا فقال قال يا رسول الله خذ هذه جاء ببيضة من ذهب بيضة من ذهب فقال يا رسول الله خذها فوالله لا أملك غيره يريد أن يتصدق بها وأعطها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتصدق بها فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام النبي يريد أن يدرك أنه إذا كان لا يملك غيرها كيف يتصدق عليه يتصدق على نفسه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإذا فضل شيء فها هنا وها هنا فأعرض النبي عليه أشاح بوجهه ثم جاء من الركل الثاني فأشح حتى جاءه من الجهات الأربع فعندك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام البيضة فحذفه بها يقول الراوي فلو أصابته لعقرته ثم قال عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم بماله كله فيقول خذ هذا يا رسول الله ثم يذهب يتكفف الناس خذ مالك لا حاجة لنبيه لا حاجة لنبيه أنت يجب عليك أن تأخذ هذا المال كيف تتصدق ثم بعديك تتكفف الناس تمد كفك تريد الصدقة ثم ذكر قصة أو ذكر رحمه الله ما أيضا وهذا من احترازه رحمه الله أنه إذا كان قليل المال الذي يريد الصدقة إذا كان عنده حسن يقين وصدق وقوة في ثقة بالله سبحانه وتعالى ولو كان في حال شديدة فأراد أن يتصدق بشرط أن يصبر ولا يجزع وأن يكون من شدة محبته للصدقة يحب أن يخرج المال من يده يحب أن يخرج المال من يده فخرجه من يده حبه من بقائه وأطيب لنفسه لكنه لا يتكفف ويصبر ويجد من العوض وطمأنينة ما لا حسبان له به وذكر وذكر في هذا الباب ما رواه أبو داول والترمذي من رواية زيد بن أسلم من رواية شام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال لما دع النبي عليه الصلاة والناس الناس إلى الصدقة دعاهم إلى الصدقة النبي عليه الصلاة يدعوهم أحيانا لحاجة من حاجات المسلمين تتعلق إما بالجهاد أو غيره فدع الناس إلى الصدقة فقال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق إن سبقت أبكر هو رحمه الله أراد أن ينافس السابقون السابقون وقع في نفسه المنافسة منافسة في الخير فقال اليوم أسبق إن سبقت أبكر يعني سبقت وبكر فأنا السابق فجاء بنصف ماله رضي الله عنه فقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له قال يا عمر ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم مثله فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فما لابث أن جاء عمر رضي الله عنه يحمل ماله بين يديه ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بكر ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قال عمر رضي الله عنه والله لا أسابقك إلى شيء أبدا لا أسابق إلى شيء أبدا النبي عليه الصناس قبل من أبي بكر ما له كله وذاك رماه بالبيض حتى كانت تعقيره فرق بين هذا وهذا وهذا يبين أنه يختلف حسب حال المتصدق متصدق يتصدق ماله كله لكن يقينه بعد الصدقة يكون أعظم من يقينه قبل أن يتصدق يعني من شدة يقين لأنه بعد ذلك فرق قلبه بحسن توكله وصدقه عن الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الصحابة والرحمة من أعظم الناس في باب العمل والاجتهاد والكسب وتحصيل الرزق رضي الله عنهم والقصص في هذا كثيرا الأنصار آثروا المهاجرين رضي الله عنهم آثروهم بالأموال حتى قال المهاجرون لقد خشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله قال عليه الصلاة لا ما دعوتم الله لا أو أثنيتم عليه رضي الله عن الجميع فالشأن أن من يتصدق بالمال عن يقين وثقة ولا يتسبب في ضياع مال لغيره أو دين فهذا أمر من دوب ولهذا ذكر ابن جريل أن هذا هو قول الجمهور أن هذا هو قول الجمهور أنهم يجزون أن يتصدق بماله كله إذا كان له صبر على الشدة ولم يكن له أولاد أو كان له أولاد يصبرون كصبره يصبرون كصبره مع قوة اليقين والصدق ذكر هذا عن الجمهور رحمه الله ابن جريل الطبرين وقد وقع في قصته بك دليل لهذا وقصص أخرى قال ابقيت لهم الله ورسوله فالشان أنه عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد أتلافها أتلافه الله ولهذا ذهب كثير من هذا العلم إلى أن من تصدق أو وقف فهو رد عليه ولا تمضي صدقته ولا وقفه لا يصح لأنه يضي حقوق الناس ومنهم من أطلق ظهر كلام البخاري مطلق جماهير أهل العمن ومنهم من يحكيه جمعك ابن قدامى رحمه الله أنه إذا لم يكن حجر عليه فإنه يمضي ولو تصدق أماله كله ولو كان عليه دين ولهذا بعضهم قيد كلام البخاري قالوا هذا مراد كلام البخاري إذا لم يحجر عليه إذا كان يعني قد حجر عليه إذا قيل كلام البخاري مطلق بأن يكون قد حجر عليه مع أن كلام البخاري ليس فيه قد حجر عليه قال رد وهذا هو ظاهر يعني السنة في هذا هو الظهر وحكاية الإجمع موضع نظر والله أعلم يعني أنه رد ولو لم يكن قد حجر عليه كيف يضيع أموال الناس كيف يتلفها ولو لم يكن قد ظهر الحجر عليه يعني حكم عليه بالحجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله والنبي رد على ذا كماله ولم يفصل لأنه يبين تصيلا في هذا فهذا هو الظاهر من أخذ أموال الناس يريد أداء هدى الله عنه ولحالين أخرى تدل على هذا الباب قد يشكر على هذا الحديث رواه أحمد والتربذي من رواية سعد بن إبراهيم جامل إبراهيم سعد واختلف عن أبي سلمة وعن أبي هريرة وليجع في الوهي عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بديني حتى يقضى عنه نفس المؤمن معلقة بديني حتى يقضى عنه وظاهره أن نفسه تحبس إما معلقة معنى أن تحبس عن نعيمها أو يوقف الأمر فيها فالله أعلم لكن هذا الحديث في ثبوته نظر هذا الحديث في ثبوته نظر لأنه وقع اضطراب في سنده جاء من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رواية إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة من رواية سعد إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أو من رواية إبراهيم بن سعد عن عمر بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وقع في خلاف لكن الطريق الذي في عمر بن أبي سلمة فيه ضعف لأن عمر بن سلمة هذا صدوق يخطئ وفيه لي والطريق التي ليس فيها عمر يعني من روايتي سعد بن إبراهيم عن عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذه اختلف في سماعه من أبي سلمة فالحديث إما عنده فيه انقطاع أو فيه ضعف مع أن البخاري مع أن الترمذي رحمه الله صححة طريقا الذي من رواية عمر بن أبي سلمة فالحديث في سنده اضطراب وظاهر الأخبار الأخرى إما أن يحمل على من أخذها أخذ أموال الناس وفرط في قضائها في هذه الحالة تفريطه يكون سببا لتعلق نفسه بها أو أن يقال إن من إن الأحاديث الذي جاءت في من يريد من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه والله سبحانه وتعالى يرضي صاحب الدين ومن أخذ أموال الناس وكان محتاجا إلى أخذها ومن نيته السداد لكنه توفي قبل ذلك فإنه لا يلحقه في ذلك شيء مدام يريد الأداء مع الأحادي الأخرى التي جاءت أن الله مع الدائن حتى يقضي يدينا إن الله مع الدائن حتى يقضي يدينا ومن إدان دينا يريد أداءه فإن أدى الله عنه أدى الله عنه في حديث ميمونة هذه حالية تدل على أن من إدان على هذا الوجه فهو على خير عظيم فهو على خير وقد يحمل أن قوله من نفس المؤمن علق بدينه على من خلف مالا حتى يقضي عنه فقد يحمل هذا الوجه أحسن إن ثبت الخبر أن يحمل على من كان له مال وهو يكون من باب حث الورثة على المبادرة على قضاء الدين الأمكان قبل دفنه قبل دفنه لأن نفسه معلق به وهذا قد يكون أظهر لأن من أخذها يريد أداءها من أخذها يريد أداءها ولا شك أنه متعلق بأمر هذا الدين حريص على سلاد هذا الدين فيطمئن ويرتاح إذا بودر بسلادين هو أدركه الأجل قبل أن يقضى عنه الدين ولهذا قال حتى يقضى عنه في دليل على أنه عنده مال وعنده قضاء فليس هو مفرد في هذه الحال لكنه بادره بادره الموت ثم إذا كان الدين مؤجل هذه مسألة أخرى وإن كان الصحي أنه لا يحل إذا وثق الورثة يعني برهن محرز أو نحو ذلك إذا وثق الورثة فكأنه والله أعلم نتبة الخبر أنه معلقة بدينه حتى يقضى عنه وقول حتى الغاية هذه حتى يقضى عنه ومعلوم أنه لا يجب على الورث قضاء الدين من ماله لا يجب فدل على أنه يقضى عنه أي من مال المتوفى فله مال وحريص على السداد فيقضى عنه أما من كان عليه دين وهو حريص على الأداء وأخذ المال لحاجته أو حاجة نفقاته لأولاده وأهله في هذه الحالة هو على خير عظيم والصحابة كانوا يتدينون وكثير منهم مات وعليه دين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصل وعليه ثم يصل عليه ثم يقول من ترك ما أنف لورثته ومن ترك دين فعلي وإليه ترك ما أنف لورثته للورثة فكان عليه الصلاة والسلام يصلي عليهم بعد ذلك حينما اتسعت الأمور وكثر المال فهذا هو الأظهر في هذا الخبر قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله أتلفه الله وقوله أتلفه الله يريد إتلافها لا شك أنها لينية سيئة والإتلاف معلوم أن إنفاق المال في أي باب يكون تلفا لكن الإتلاف هذا يراد بالإتلاف على غير وجه المصلحة هو لم يأخذها لنفقته وأجبة عليه لحاجته إنما أخذها بغير نية السداد ثم أنفقها وأتلفها فيقول أتلفه الله وهذا وعيد شديد فيه تعظيم حقوق العباد والإتلاف هنا حذف متعلقه أتلفه الله أتلفه الله في كل شيء فهو أمر عظيم في باب حقوق العباد وقضاء الدين الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على العفو والمسامحة لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة العباد في الغالب يريدون حقوقهم يريدون أموالهم يريدون تجاراتهم للبيع والشراء والتعامل بل قد يكون هذا الذي أخذت ماله وأتلفته أنت وربما هو أعطاك بناء على أنك محتاج وأنت لست محتاج بل أنفقته في وجوه هي باب الإصراف وقد تكون في باب المعاصي ونحو ذلك أعطاك على وجه حسن الظن ثم قد يكون محتاجا إليه في نفقه أو في توسع في أمر من أمور حياته ومع ذلك أنت أتلفته عليه فكان من المقابل كما فيها أتلفه الله فيحذر العبد من الوقوع في هذا وفيه دلالة على عظم أمر النية وهذا الحليل قد يكون دلالة دليل من أدلة النية الأخض من أخذها بهذه النية وفي دلالة على أن أمر النية له أثر عظيم في باب الأخذ وفي باب الإعطاء قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر وهو عمر أم العاص رضي الله عنهما وهذا وعبد الله عمر اختلف وفاته قيل إنه يعني وفاته أنه في الآيال الحرة وفقه للآيال الحرة وهذا من أقوى التي قيلت فيه رحمه الله وقيل بعد ذلك بعد السبعين وفاته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين يغفر للشهيد كل ذنب له الدين وهذا الحديث أيضا جاء له شواهد في هذا الباب وجاء في حديث مطول عند مسلم رؤية تبيقتات أن رجلا قال يا رسول الله وكان إما على باب جهاد أو كتال فقال يا رسول أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عن خطايا قال نعم ثم قال كيف قلت أعد عليه أو قال كيف قلت قال قلت يا رسول أرأيت أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر قال أيكفر عني خطايا قال نعم إلا الدين فإن جبرائيل قال لي ذلك وفي لفظ أسر إلي آنفا عليه الصلاة والسلام إلا الدين وجاء أيضا بيسناد صحيم الحديث أبي هريرة عند أحمد والنساء بمعنى حديث أبي قتاد هو فيه إلا الدين فإن جبرائيل أخبرني بذلك آنفا وهذا الحديث فيه تعظيم لهذين الأمرين لأمر الشهادة وفضل الشهادة وعظيم الشهادة والأخبالة جاءت في ذلك وفي فضل الشهادة وفي عظيم أبر الدين في هذين الأمرين جميعا يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين إلا الدين الغفران هو في الأصل المحو والإزالة بخلاف الستر والمغفرة مأخوذها من المغفر والمغفر ترس من حديد يضعه المقاتل على رأسه يحميه من سهام العدو فالمغفر يستر ويحمي أما ما يوضع على البدن من ثوب عمام ونحو ذلك هذه تستر لكنها لا تحمي ولا تقي من السيوف ومن الطعن والطعان إنما المغفر وهو ما يكون من الحديد هذا يقي ويستر ولهذا قال يغفر فالمغفرة هي المحو والإزالة بخلاف الستر ولهذا في الحديث الصحيح أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم وأغفرها لك اليوم فالغفران هو المحو والإزالة فلا يبقى لها أثر ولها قال يغفر للشهيد كل ذنب في دلالة على عظم أمل الشهادة وفي حديث آخر حديث جوله بعضا أن السيف محاء للذنوب السيف محاء للذنوب وفيه دلالة ربما يستدل بهذا الحديث أيضا في مسألة مشهورة وقعت خلاف بين الجمهور وغيرهم وهو أن العمل الصالح هل يكفر كبائر الذنوب في المسألة أدلة كثيرة لكن هذا الحديث قد يكون دليلا في هذه المسألة وقد بسط فيها الكلام في كتاب الإيمان أو في كتاب الإيمان الأوسط في أحدهما الكبير أوسط ذكر نحو من عشرة دلة في أنه يكفر وأن هذا اختيار بالمنذر وجماعة من أهل العلم ومعلوم أن الإقبال العظيم عن الأعمال الصالحة مع المحبة مثل الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعا من ذنوبه كيوم ولدته أمه أنه لا يكون إلا عن يقين وصدق وإقلاع عن الذنب يعني في نفسه حين يقبل عليه إما إقلاع تام عن ذنوب كلها أو إقلاع عن ذنب معين مما يشتحضره من الذنوب التي هو واقع فيها يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وهذا تعظيم لأمر الدين تعظيم لأمر الدين ومعلوم أمر الدين في حق العبد إذا مات في حق وأن حقوق العباد لا تذهب بل هي باقية 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 ويلحق بالدين جميع الحقوق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أنه قال فيأتي وقد شتم هذا وقدف هذا وضرب هذا وسف قدم هذا فيأخذ هذه الحسنات وهذه الحسنات الحديث فيلحق به جميع حقوق الدين الاعتصداء بالسب القذف الشتم ونحو ذلك لكن نص على الدين لأنه في الغالب يؤخذ عن تراض بين الداء والمدين يؤخذ عن تراض بينهما ثم بعد ذلك إذا أخذ المال قد يتساهل ربما يقبل أن من يريد الدين فيسأل صاحبه وصاحبه يقدر حاجته فيعطيه فيبذل ربما يبذل له الكثير عذره الكثير وذاك أيضا مع شدة حاجته ومبالغته بالطلب يتحمل شيئا كثير ثم إذا أخذ المال تساهل في القضاء تساهل في القضاء فهو يتبسط في المال الذي أخذه وصاحبه الذي أحسن إليه قد ربما اشتدت به الحال فيحتاج إلى ماله وهو إن لم يكن يحتاج إلى ماله فهو حقه فإذا كان بينهما أجل وجب عليه السداد وإلا كان مطلا للدائن من المدين ولهذا قال كل ذنب إلا الدين إلا الدين وليس معنى ذلك في الحديث في الحديث إلا الدين تشديد لأمر الدين وتعظيم لأمر الدين وليس المعنى أن الدين يكون سببا لوقوعه مثلا في حرج ونحو ذلك فالشهيد إذا كان قد مات وعليه دين وهو أخذ هذا المال يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي بعده الذي قبله من أخذ أموال الناس يريد أداءه فإذا كان الذي أخذها من غير الشهداء من عموم المسلمين مات وعليه دين وكان يريد أداءه لكنه لكنه لم يتيس له ذلك لم يتيس له ذلك فتوفي قبل أدائه فيؤدي الله عنه سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يرضي عبده صاحب الدين بما شاء من الدنيا في الجنة من نعيمها وأنحارها وثمارها لعبده الذي أخذ أموال الناس يريد أداء فإذا كان هذا في عموم المسلمين والمؤمنين فخصوص الشهداء من باب أولى من باب أولى في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه كان يقول من ترك دينا فإلي وعلي من ترك دينا فإلي وعلي إنما المقصود هو التحذير من التساهل في قضاء الدين التحذير من التساهل في طلب الدين بعض الناس ربما يستدين للتوسع في أمور هو ليس في حاجة إليها فيتحمل أموال الطائلة ثم بعد ذلك حين يقع فيها فيعتاد هذا الشيء فلا يعيش إلا عليه فإذا قضى هذا الدين طلب ربما أكثر فيكون عالة له وديدنا له فتكثر عليه الحقوق حقوق العباد ولا شك أن الأموال التي يأخذها تكون هما على العبد وأصحابها يطالبون بها فيحذر العبد من الوقوع في هذا إذا كانت تشديد في أمر الدين حتى إن الشهيد لا تكون لا تكون الشهادة مكفرة للدين فإذا مات على هذا إذا مات على هذا الدين فهو عليه دين ولم يكن له قضاء فإن هذه الحقوق في الآخرة الله سبحانه وتعالى يرضي عبده صاحب الدين بما شاء سبحانه وتعالى يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين قال رحمه الله وعن عمر بن عوف المزني قال الصلح جائز بين المسلمين الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواهل السنن إلا النسائي هذا الحديث مشهور وأنا راجعت الذين عزى إليهم فلم أجده عند أحمد وأبي داود من رواية عمر بن عوف المزني عمر عوف وهذا الخبر هذا الخبر جاء من رواية كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده عمر بن عوف المزني هذا الإسناد مشهور في رواية كثير بن عبد الله بن عمر أو المزني والترمذي جاء في بعض النسخ أنه قال حسن وصحيح وفي نسخ أخرى أنه قال إنه حديث حسن وقال ابن كثير وقد نوقش الترمذي في تصحيحه لحديث كثير بن عبد الله وقال الذهب إنه لم يعتم كلام معناه إن العلماء لم يعتمدوا على تصحيح الترمذي لأجل تصحيح لكثير بن عبد الله بن عمر ومزني لأن كثيرا هذا متروك بل قال بل بالغ بعضهم كأبي داود وقال إنه كذاب فالله أعلم لكن لا شك أن قولهم متروك هذا يكاد يتفق عليه فحديثه بهذا بهذه اللواية من هذا الطريق إسناده ضعيف جدا إسناده وقيل إنه ويحتمل أن يكون إسنادا ساقطا لكن ليس العبرة على هذا الخبر فقد جاء هذا الخبر من رواية أبي داود عند أبي داود من حديث أبي هرير من رؤية كثير ابن ما فنه هذا الأسلمي عن الوليد ابن ربح رؤية كثير ابن جيد الأسلمي وهو ابن ما فنه قال له ابن ما فنه عن الوليد ابن رباح عن أبي هرير وهذا إسناد المقارب وقد رواه الحاكم رحمه الله من طريق آخر طريق وفيه راو منهم من وثقه منهم من تكلم فيه كابن حبار رحمه الله فهو طريق آخر غير طريق كثير بن زيد مما يدل على أنه محفوظ بمثل هذا الخبر إلا أنه لم يذكر آخره إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما الصلح جائز بين المسلمين لا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم والمسلمون على شروطهم وثبت في الصيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه رئية عبد الله بن كعب مالك عن أبيه كعب مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد وهذا في الصيحين أنه تقاضى ابن أبي حدرد في المسجد دينا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم وكان قد علت أصواتهما فتح النبي عبده عليه الصلاة والسلام سجفة النافذة أو الباب يعني مثل ما تقال السترة التي توضع على الشيء ولها فتحتها من هنا فأطل عليهما ثم قال لكعب بيده أشار إليه بيده أنضع الشطرة أنضع الشطرة من دينك فقال قد فعلت يا رسول الله رضي الله عنه قد فعلت يا رسول الله النبي سمع عليه الصلاة والسلام تنازعهما فبادر عليه الصلاة والسلام باجرة إليهما فقال أشار إليه بيده أنضع الشطرة أنضع الشطرة والإشارة أيضا فيها إشارة إلى أيضا الرفق فيما بينهما في تقاضي الحق وتذكير بقوله عليه الصلاة والسلام أو بمعناه رحم الله ورحم الله سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى فاختلف في سبب التنازع هل سبب التنازع في قدر الدين أو في أجل الدين في قدر الدين أو في أجل الدين فقيل إن تنازعهما في قدر الدين مثلا كعب مالك يقول إنه إن في ذمة ابن أبي حدر عبد الله من أبي حدر مئة مثلا درها مثلا وعبد الله من حدر يقول هي خمسون هي خمسون على أنه اختلف في قدره وقيل إن التنازع في أجله كعب مالك يقول قد حل الأجل وابن أبي حدر يقول لم يحل الأجل فعلى كين الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أنضاع الشطر فعلى القول بأن التنازع بينهما في قدر الدين في أجل الدين في أجل الدين يكون في قدر الدين في قدر الدين يكون دالا على جواز صلح الإنكار جواز صلح الإنكار صلح الإنكار أن يدعي إنسان على شخص يقول أنا أطلبك ألف فيقول لا ليس لك إلا خمس ليس لك إلا خمسمائة خمسمائة هذا الذي لك علي فعند ذلك يصطلحا فيقال مثلا يصلح بينه إنسان يقول يقول مثلا لصاحب الألف ضع منها ضع من الألف فيصلح بينهما بسبعمائة ثمانمائة نحو ذلك فعند ذلك يضع ويتعجل فيكون باب صلح الإنكار صلح الإنكار الذي يدعي ألف ينكره الذي يقول هي خمسمائة يقول هي خمسمائة فيقول له اقبل الخمسمائة فيصالح على الخمسمائة مع أنه ينكر ويقول ذلك فالمقصود أنه صلح على إنكار ودليل للجمهور في جواز الصلح على الإنكار الصلح على الإنكار وهذا كله بشرط أن يكون مدعي مدعي الأكثر صادق أو مثلا لو قيل مثلا على زورة أوضح إنساني يقول إيسا أنا أطلبك ألف ريال يقول أنت لا تطلبني شيئا أنت لا تطلبني شيئا يقول أنا أطلبك وأنت نسيت وأنت كذلك ولم يكتب بينهم شيئا فعند ذلك الذي يدعى عليه يدعى لي ينكر لكنه يقول أنا أريد أن أدفع عن نفسي هالمشاكل والمطالبات والرفع إلى المحكم ونحو ذلك فأنا أصالحك أنا أصالحك أنت تدعي ألفا أنا أصالحك أنا أعطيك خمسمائة أريد أن أدفع عن نفسي وأدفع عن عرضي فيصالحه على خمسمائة حتى يزيل الدعوة بينهما فهو صلح على إنك لأن المدة عليه ينكر فيصطلحاني وحديث كعب مالك رضي الله عنه على أحد الوجهين دال على جواجه ما عنه حتى ولو لم يثبت حديث كعب بن مالك فالصلح على الإقرار هذا واضح بلا خلاف يعني إذا كان كل منهم مقر هو مقر لكن اصطلح على شيء بينهما والصلح خير وإن طائفة تانية مثل فأصلحوا بينهما فالصلح بلا خلاف مشروع لكن غير يختلف في بعض المسائل يختلف في بعض المسائل في باب الصلح حتى لو لم يثبت حديثه في هذا يقال كما قال سبحانه وصلح خير والصلح خير فكل صلح يكون بين متخاصمين هو من هذا الوجه ومن هذا الوجه ولا دليل على منع المصالحة دليل على المنع المصالحة في صلح الإنكار كما يجوز في صلح الإقرار فكذلك في باب صلح الإنكار لأن المقصود هو دفع الشر وتحصيل الخير وتحصيل الخير ولا شك أن صلح الإنكار من أسباب التآلف والتوافق وذلك أن من يدى عليه ينكر يكون قد نسي وهذا جازم وهذا شرط فيه بشرط أن يكون صادق في ظنه وذلك ينكر ذلك وذلك ينكر ذلك فهو جائز على الصحيح وحديك عمالك دليل فيه المسألة وهذا كله من باب أداء الحقوق وهذا يذكر بالحديث السابق أن الماطرة في الحقوق سبب للخلاف والنزاع ولهذا حديث مطل الغني ظلم وسع كثير من العلمة دلالته واضح نشيت التنبيه عليه لكن يعني ينبه عليه لهمية أن القول مطل الغني ظلم وإن كان هذا يتعلق في باب المداينات والحقوق في باب المداينات والحقوق المالية فكذلك هو في الحقوق الأخرى مطل الغني ظلم حتى مثلا في باب النفق الواجبة يعني نفقت الرجل على أهله نفقت الرجل على أولاده إذا مطلهم بمعنى أنه قد ترى عليهم هذا ظلم ولا يجوز كذلك أيضا في باب الولاية إنسان مثلا مسؤول عناش المدير في مدرسته المدرس مع طلابه ومدير دارة في دارته كل مسؤول في مسؤوليته أيضا هو هو من هذا الباب الحقوق التي عليه على من عنده من هو مسؤول عنه يؤديها كما أوجب الله عليه فأقرب ما يكون الرجل مع أهله الجار مع جاره مطل الغني ظلم فأنت في الحقوق في الحقوق الذي بينك وبين جارك يجب عليك أن تؤديها جميلك في العمل لا تنطله في الحقوق التي بينكما مطل الغني ظلم وهذا يؤيد أن قوله وإذا أتبع أحدكم أنه ذكر فرعا ونوعا من أنواع المطل فذكر جملة مستقلة في جميع أنواع المطل وأنه ظلم في الحقوق المالية والحقوق المعنوية والحقوق التي تعلق بين الناس جميعا وثم ذكر نوعا من أنواع الحقوق التي تمطل وهو إذا أتبع أحدكم على مليه وذلك أن هذا هو الذي يكثر في النزاع وهو الذي يظهر وهو الذي تظهر فيه الفصل والخصومات في المحاكم كذلك أيضا في باب الصلح ولهذا الشرع جاء بهذا الوجه في مسألة الحوالة وجاء في مسألة الصلح حين يحصل النزاع كما إذا حصل النزاع بين صاحب الدين ومن عليه الدين جاءت الحوالة التي قد تخفت إذا حصل نزاع بين اثنين بين الرجل وأهله بين الرجل وأولاده بين الرجل وجاره بين جماعتين قبيلتين دولتين النبي عليه الصلاة يقول الصلح جائز جائز بين المسلمين الصلح جائز ليس المعنى جائز من الجواز الذي هو بمعنى المباح مستوي الطرفة لا جائز ظنت أنه ليس بحراب يدخل فيه الواجب يدخل فيه المستحب يدخل فيه المباح هذا المراد يعني الصلح جائز أن الصلح نافذ فإن كان واجبا فهو واجب النفوذ إن كان مستحبا فهو مستحب النفوذ إن كان مستوي الطرفين فهو مباح النفوذ إن كان مكروها كان مكروها فهو مكروه إن كان محرما فهو إلا شرط إلا شرط وهذا يوضح قوله جائز قال إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما الصلح جائز هذا يدل على عموم الصلح وأن الصلح في جميع الأمور لقولي الصلح جائز بين المسلمين فيشمل جميع أنواع الصلح لا يخص منها شيء بدليل قوله إلا وإلا استثناء والاستثناء معيار العموم فكل أنواع الصلح كما قال والصلح خير والصلح خير لأنه إصلاح ولا شك أن الإصلاح من أعظم أسباب الوفاق والإتلاف ولهذا الإصلاح بين الناس مشروع مطلوب حتى ولو لم يحصن ذلك إلا بالكلم الصلح بين الرجل بينه وبين أهل بيته حديث الرجل زوجته وحدي مرأة زوجها والنبي عليه الصلاح باحة الكذب في هذا الأمر وكذلك في الإصلاح إصلاح بين متنازعين نحو ذلك كما جاء في ذلك الحديث في باحة الكذب فيها كل ذلك لأجل إصلاح وذلك أن صلاح القلوب من أعظم مقاصد الشرع كما قال سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء حفرة من نار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون امتنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار فيما كانوا عليه في الجاهلية من الحروب التي دامت عشرات السنين بينهم فجاء الإسلام فاصطلحت قلوبهم وتصافض فكان أحدهم يأخذ أخاه ويضمه له ويبكي بعدما ألف الإسلام بينهم بعد تلك العدوات والبغضاء فالصلح خير الصلح جائز بين المسلمين في اجتهد العبد في الإصلاح والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيف حيث قال عند أحمل التلميذ وغيرهما ألا أدلكم على أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشارب زبير عم لا أقول تحلق الشارب تحلق الدين وفي الحديث في هذا أنه قال أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة يعني الصوم التطوع صدقة التطوع وصلاة التطوع لأنه معلوم أن فرائض العيان أفضل من أمور من المستحبات لو أن الإنسان مثلا يقوم الليل وآخر يصوم النهار وآخر يتصدق وشخص يذهب إلى شخصين هذا يصلي وهذا ذهب إلى شخصين أو اتصل على شخصين المقصود هو الإصلاح فأصلح بينهم واجتهد بالأسلوب الشرعي في الإصلاح بينهما حتى ولو بنوع من التورية ما ممكن وقد يقول مثلا كلاما لم يقوله ذاك الشخص يقول فلان يذكرك بخير فلان يثني عليك يقول إن فلانا لا يسلم علي فلانا يعرض عني أنا بيودي أن أصالحه وهو لم يقل هذا الكلام لكن يطيب قلب هذا ثم يتصل على الثاني فيقول له نفس الكلام فهذان الشخصان إن كان يلتقيان في مسجد أو في عمل أو في طريق أو نحو ذلك حين يلتقيان بعد هذه المكالمة فإن نظرة كل واحد الآخر لا تكون كالنظرة قبل ذلك بل هي نظرة تكون عن حب بل في الغالب أنهما لا يفترقان حتى يأخذ أحدهما بالآخر فيضمه إليه ويقول قد عفوت قد عفوت هذا لا شك من أعظم مقصر لماذا؟ لأن الكذب وإن كان مفسده لكنها مفسده يسيره منغمرة في تلك المصرح العظيم التي يصلح بين الأخوين إنه يترتب عليها مصالح عظيمة لأن صلح الاثنين صلح لمن يليهما إن كان لهما قرابة إن كان لهما صداقة لأنه قد يأنف و يعني لهذا الشخص ولهذا الشخص أناس آخرون وترعد أنوفهم لهذا ولهذا قد تكون عن عصبية فحين تطفأ ثارة الشيطان تزول تلك الثارات ويحصل الخير ثم فشاد ذات البين من أعظم أسباب ضعف الإقبال على الله في الصلاة وفي الذكر وفي العبادة الشحنا حين تكون بين الناس الشخص الغالب لا يقبل على صلاته لا يقبل على الذكر لا يقبل يضعف في هذا الباب لكن حين تطيب نفسه ويصلح قلبه على إخوانه فإنه يقبل على ربه وذلك أن الإصلاح بين الناس من أعظم أسباب صلاح ما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى والعبد إذا أصلح الله ما بينه إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ودلة الأدلة في الكتاب والسنة على هذا المعنى وليقال الصلح جائز بين المسلمين ولا شك أن هذا خرج على سبيل العموم على سبيل وهذا لا مفهوم له لا مفهوم له لأنه لأن أعظم الصلح والسلح بين المسلمين لكن يجوز الصلح بين المسلمين وغيره لكن أعظم الصلح بين المسلمين لأنه حين يحصل الصلح بين أهل الإسلام تتيسر أمورهم مع غيرهم ويكونون جبهة واحدة قوية صامدة في مقابل غيرهم من غير أهل الإسلام الصلح جائز بين المسلمين والصلح أنواع كثيرة ذكرها العلماء إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما الشيء الذي يكون صلح على أمر محرم مثلا إنسان يختلف يكون بينه وبين إنسان خلاف في شيء من المال أو المعاوضة فيعوضه مثلا مالا محرما لا يجوز مثل يعوضه مثلا يطلبه مالا فيقول أنا أؤخر في الأجل وأزيد في المال هذا يحلل حراما أو يعطيه شيئا منه محرر كالخمر والخنزير أو أحل أمرا حلالا مثلا مثلا أن الرجل يحرم على نفسه شيئا حلال لأجل إرضاء أهله أو تحرم المرأة على نفسها شيئا حلالا لأجل إرضاء زوجها مثلا بأن يغضب عليها ألا تصل أباها مثلا أو ألا تصل أمها هذا لا يجوز لا أرضى عليه عنك حتى تقطع الصنة بأبيك تقطع الصنة بأبيك أو تقول المرأة ذلك هذا يحرم ليس أمرا واجبا إذا كان الحلال يعني المراد بالحلال هذا هو الشيء الذي يدخل فيه كل ما كان ضد سواء كان واجبا فيكون حلالا بمعنى أنه مستحاب أو واجب فيمتنع منه بين الزوجين أو بين الأخوين مثل صالح الرجل مثل الرجل يقول لا أرضى عنك ولا أسامحك حتى تقاطع فلان يكون بينه بين زمين مخاصمة يقول أنت صديقك فلان وكان فلان هذا عدوي فإن عاديت هذا لا يجوز ولا يجوز له ذلك لكن يقول أنا أصالحك ولا أقاطعك لكن لا يجوز لي أن أقاطع فلان لماذا هل هناك سبب لأن أقاطعه إذا كان هناك سبي يقترهم وقاطعت فلان لكونه مثلا ممن يهجر في الله ويكون الهجر نافعا هذا شيء آخر إذا كان قصده الهجر في الله لأجي أن تصل أحواله والهجر باب عظيم باب واسع أو حر إلا صلح حرم حلا وحل حرما فإن هذا من الصلح الذي لا يجوز ولا يكون من الصلح الذي هو خير بل هو من الصلح الذي هو باطل والذي مآله إلى فساد وشر والمسلمون على شروطهم هذا في الحقيقة من باب التهييج من باب التهييج كقوله عليه الصلح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم على شرطه المسلم يلتزم بما التزم يا أيها الذين أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا المسلمون على شروطه دينه وإسراء يدعوه إلى الوفاء مدام الشروط هذه ليست محرمة تكون مباحة في الأصفل تزمها فيجب عليه وفاء سواء كان بينه وبين مسلم أو بينه وبين أو بينه وبين غير أهل الإسلام فالمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط كما يقول عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا جزما ووصله بن بشيبة بسناد صحيح المسلمون على شروطهم يعني يفون بها ويقولون بها ولا يتركونها فهذا يسمى شمل جميعا وعي الشروط الشروط في البويوع الشروط في النكاء إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج كما في حديث عقوة من عامل في الصحيحان النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرطا والمسلمون على شروطهم وفي دلالة على أن الأصل في جميع الشروط الحلوة الإباحة هذا هو الأصل إلا ما دل الدليل على منعه هذه قاعدة عظيم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما والنبي عليه الصلاة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وإن كان مئة شرط وهذا في الصهيح عن النبي عليه الصلاة والسلام سألوه سبحانه وتعالي ولوك توفيق والسلاة والعلم النابع والصالب وكرم آمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد